وقع أشعلت مواقع تواصل اجتماعي خلال الساعة الماضية حيث نشرت فتاة تدعى فاطمة فؤاد منشورا مطولا كشفت فيه تعرضها للاقتصاب بعد تخديرها من قبل كل من فنانة تعرف بألف ميم وفنان يعرف ببأسين وخرجت فاطمة فؤاد عن صمتها بعد مرور نحو عامين على تعرضها لاعتداء جنسي من شاب وفتاة اقبأ احدى الحفلات الصاخبة المنظمة في مسرح بيروتي ليلة رأس السنة وفق روايتها ونشرت فاطمة وهي من العاملات في المشهد الموسيقية الثقافي نصا مفصلا عبر صفحتها على فيسبوك روت فيه الحادثة وتحدثت بشكل مفصل عن تفاصيل ما حصل لها ويتلخص المنشورة الطويل في اغراء وتلاعب ألف ميم بفاطمة وتخديرها بالاتفاق مع بأسين تمهيدا لأخذها لمكان ما واغتصابها تحت تأثير المخدر ووفقا لمنشورها كانت فاطمة مديرة مكتبة برزخ في منطقة الحمراء ببيروت وتم تنظيم الحفلة الافتتاحية لبرزخ بالتعاون مع فريق معازف وفي مطلع رسالتها كتبت فاطمة هذه شهادتي بمثابة اعلان خدمة عامة أضعها برسم كل الفاعلات والفاعلين في المشهد الموسيقي ضمن الصحف والمجلات والراديوهات والنوادي والملاهي والبارات والمطاعم والمقاهي والمكتبات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات النسوية والفنية والثقافية والمنظمات والمنظمين في المهرجانات الموسيقية وكل من يعنيه ويعنيها الأمر وعلى خلفية الشهادة التي نشرتها وتدين فيها إلى جانب الفنانين الجانبيين إدارة مؤسسة معازف تحديدا لصمتها وتسترها عنهما وعدم اتخاذها موقفا من الفنانين المذكورين وبعد الهجوم الكبير على مؤسسة معازف قمت المؤسسة بنشر بيان أولي على خلفية الجريمة التي تعرضت لها فاطمة فؤاد في عام 2019 في بيروت اعتذرت فيه المؤسسة على فشلها في اتخاذ تدابير فورية وصرحت أنها ستبدأ تحقيقا مستقلا في دور معازف الأحداث التي وقعت تلك الليلة ولكن رغم البيان لا تزال الانتقادات تطال المؤسسة بسبب تسترها على المقتصبين بحسب تعبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشارك الآلاف شهدت فاطمة على صفحاتهم بموقع فيسبوك وحزت على ميات التعليقات وأغلبها مؤيد للمحاسبة وتأمل فاطمة بأن تكون شهدتها خطوة في التكريس مسار مقاوم يحرر المساحات العامة من المتحرشين والمقتصبين وعلق ياسر عبر تويتر شيء مرعب مقزز اغتصاب في مؤسسات مفروض أنها منفتحة ومتنورة الأسوأ من الاغتصاب هو شبكات حماية المقتصبين والمعتديين هنا لا يوجد عار تخسله القبيلة مفروض أنهم يؤمنون بسيادة القانون وعلى معازف أن تنشر بشفافية وبالأسماء ما حصل وتحاسب على تقصيرها بينما كتبت ليليان شهادة فاطمة مرعبة بكل المقاييس وبيان معازف بيان مخزي ونشرت رحاب عبر فيسبوك متضامنة مع الناجية الشجاعة فاطمة فؤاد وأتمنى لها التعافي الكامل من أثر الجريمة التي تعرضت لها العقاب للمرتكبين والمستترين والمستهترين بجدية خضايا كهذه وأنتم متابعين ما هو رد فعلكم على الواقع وهل سيحاسب المتهمين في هذه القصة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر